تحركات حثيثة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي بدأت منذ فترة من أجل فرض عقوبات على الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا لتعود للواجهة مجدداً حيث يقودها هذه المرة النائب غريكستيوب عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي الذي دفع بتشريع يتضمن معاقبة ما تعرف بميليشيا كتائب سيد الشهداء التي كانت من بين الميليشيات التي تعرضت للضربات الجوية الأمريكية الأخيرة على الحدود العراقية السورية مساعي ستيوب جاءت بدعم من بقية عضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يضغطون حالياً على إدارة بايدن من أجل فرض عقوبات على هذه الميليشيا وحتى على طهران التي تدعمها وعلى ما يبدو فإن هذه المساعي تصطدم بتقلبات إدارة بايدن وسياستها غير الواضحة في التعامل مع ملف إيران ووكلائها في المنطقة فهي تارة تلوح بالعقوبات وتارة أخرى بما يحيي بعكس ذلك وهو الأمر الذي ولد حالة من الإحباط لدى الحزب الجمهوري خاصة عقب تراجع الإدارة الأمريكية بالفعل عن بعض الإجراءات الاقتصادية الأكثر صرامة ضد إيران مشروع القانون الذي تقدم به ستيوب للكونغرس حمل اسم قانون معاقبة إرهابي الميليشيات المدعومة من إيران وقادتها وقنوات تمويلها حيث تحظى ميليشيا سيد الشهداء بدعم وتمويل من الحرس الثوري الإيراني وتعمل بشكل وثيق مع ميليشيا حزب الله في العراق ويعتبر هذا المشروع خطوة مكملة لمشاريع قوانين طرحها سابقاً أعضاء من الحزب الجمهوري من شأنها فرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق وعلى نظام طهران كجزء من محاولات لإعاقة مساعي إدارة جو بايدن من متابعة الاتفاق النووي مع إيران من جهة وفرض عقوبات جديدة على منتهيكي حقوق الإنسان من الميليشيات في العراق وسوريا ومن يدعمها من جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر